أستاذ عبد الرحمن مجد والأستاذ محمد شرقاوي سؤالي روي بيتوري يمشي مين البديل يعني أنا أنا شايف أن لازم يبقى البديل مصري والأفضل حاليا حسام حسن لأسباب خاصة به الشخصية والروح المعنوية اللي احنا محتاجينها خصوصا أن حسام حسن يعني لسه ما خدش فرصوته مع منتخب مصر الوحيد اللي ما خدش فرصوته مع منتخب مصر في نفس الوقت هي مش بالدور ولا بالكلام دوت ولكن انت في بلد عندها أزم الدولارات فدلوقتي حتى لو كان روي بيتوريا مدرب كويس وكل شيء وعلى عينه وعلى راسي ولكن مشوارنا في تصفيات كاس العالم اللي حد بعيد ونظريا على الورق مشوار سهل لنمعناش غير بوركينا فاسو هي بس المنافس الأقوى لنا في التصفيات الموهلة لنهايات كاس العالم سهل ان احنا نكسب بأي مدرب وحسام حسن قادر انه هو يلم الفرقة ويلم اللاعبة بعد اللي حصل في كودفور السيد عبد الرحمن يعني هبقى ميل لو لو احنا عندنا مدرب من المدربين اللي عندهم خبرة كبيرة في أفريقيا يعني نوعية دي سابرو نوعية دي اعتقد دي برضو نوعية انفعنة يعني جدا لانهنا يعني انت مع المدرب الأجنبي المدرب الأجنبي اللي مش بمواصفات فيتوريا يعني قدم انا مقتنع ان فيتوريا مدرب كبير وما اقدرش اقولك ان هو ما عندهش فكرة ووقت حاسن ما انا ما جابه انا مش خاصة ان كنت تفرحان وحسيت ان في اسم برضو من الاسامة التقيلة موجود اسم فيه؟ ولكن لا مع بورتو ببرتغالي وقابليها ورجل ليه؟ اه يعني ايه مع بورتو؟ يعني هي وجهات ناصر خلينا نقول انها وجهات ناصر اه بس يعني لا يعني هو اسمه ماشي اه يعني لا ان انت بتجيب مدرب كبير جيب مدرب يعني هو بيبقى مراشا هتشوف على فكر يعني انت هتشوفه هيرروح فين؟ كل المدربين لأجانب اللي نجحوا كان لهم سيرة ذاتية قبل ما يجب ونمسكه اهلي او زمانك او منتخب لأ هو غالبا كان بيصنعوا نجاحهم حينة يعني متفق معايا فانا انا قلق اصده ان يعني انت اللي هو هتجيب اجنبي الافضل ان انت تجيب حد متمرس في الجزئية دي حتى ما مافيش مفاجئة دي احنا فانا حاسنا ان فيتوريا متفاجئة في وقت من الاوقات ودي حاجة يعني ماينفعش تحصل حتى لو هو ما جايش قبل كده المنطقة دي خالص انا حسيت انه هو كبر عشر سنين في البطولة دي يعني في حاجات كأنه ما يعرفش انها موجودة في الكورة يعني ولكن طبعا لو معاك واحد زي رينارد ولا معاك واحد زي دي صبر ولا معاك واحد من المدربين اللي هم فعلا يعني عندهم خبرة في افريقيا احنا مشهورنا على كاس العالم مش هبقى من قياس لان احنا هنتقاهل كده كده ده في فوجة نظر يعني مجموعة سهلة وعشر فرق بتوصل تسعة ونص فخلاص القصة دي مش هتبقى من قياس يعني فانت بتتكلم على حد يخليكش يزغط تسعة طيب انتورت الجملة مهمة ان تأهن الكاس العالم ده مش انجهز وعا مش مهم يعني اتحاد الكورة مايرجعش يقولك المجلس ده احنا صعدنا الكاس العالم لا خلاص موضوع صعد ده اللي صعد صعد اللي عمل الانجاز ده عمله وابلا كده خلاص اللي هو هيكتور كوبر قبليه بقى اشوف اخر مرة كانت سنة كاب كابتن جهر اه بس بس جاي ده قراءة للجميع يعني خلاص كل ناس تسعد نص القرى الأرضية هتلعب في البنديال الجاي نص القرى الأرضية انت مش عايز تأهل المسألة بسيطة جيدة وبعدين أصلا فنيات لأ يعني بركينا فاسو احنا شفناها في أمم أفراقيا مش منتخب مخيف آه فرقة كويس بس لو احنا بمستوانة السي اللي لعبنا بي قدام بركينا فاسو نخسر عشان كده أنا بقول لك انت محتاج تعمل ريفرش للمنتخب دلوقتي محتاج ان انت تجمع اللعيبة بشكل نفسي بشكل معين وكده والأقدر على كده كابتن حسام حسن زاد ان انت هتوفر دولارات عبد الرحمن بيتكلم على ديسابر ديسابر لو بياخد عشرين دولار في أفراقيا هيجي هنا ياخد لك مئتين ألف ديشليون دولار أنا معرفش ليه المدربين عندنا بيجو روي فيتوريا نفسه كان معروض على الآل بمئة ألف دولار شهريا ليه المدربين عندنا بيجو ناسك المنتخب شوف وليدي الراكراكي بياخد كام ومدرب السنغال بياخد كام كل المدربين بياخدوا أرقام بعيدة جدا عن الرقم بتاع بيتوريا كان احنا دولة غنية كان احنا دولة عندنا يعني مرترطة الفلوس معانا قوي فانت بتدي بسخاء فانت هتجي مدرب برضو نفس القصة كده بياخد خمس سلاف دولار هيجي هنا يقول لك عايز نص مليون دولار وهتديله لا احنا عايزين مدرب مصري يلم الفرقة بشكل كويس ويقدر ان هو يتجاوز بقى الازمة اللي احنا فيه شوف أليو سيسي المدير الفني اللي اسمه يال اللي واخد افريقيا وصعد كسعالم خرج من امم افريقيا هو من دور الستاشر سوري من دور الستاشر استقال قدم استئلته ديني بسيطة شكرا شكرا